امبارح أنا بعد ما صرحت لكم بقى المعلق والضعفاء البخاري والكذبين واسماعيل بن عبي قويس وكل الناس دي النهاردة هقول لكم حاجة بس عكسية برضو زي ما البخاري لو فاكرين اللي هو حدعت أول امبارح خدم ترك حمد بن سلمة وابن من عكرمة ومسلم شاف ان عكرمة عشان كده ده موضوع بشري ذوق حس فهم فطنة مش علاقة بالقداسة مسلم شاف ان عكرمة لا يقبل منه حديث لانه كذاب بشهادة رمان مالك وخدم من حمد بن سلم أقول لكم حاجة مهمة جدا يعني هي علامة على ده علامة تكاد تكون نهائية حاجة عن البخاري وحاجة عن مصر عشان نوصل بس لعمق المنهج بصوا ما نفتح القلم أحكي لكم موقف فطيف جدا فيه أستاذنا الكبير الصديق العزيز أستاذ براهيم إيسى كان عنده فتاح يعني توقيع أنا أياسي في رواية رواية أخيرة نزلة فهي رواية تتكلم عن فترة السياسية الصعبة اللي في عائفات بها الصحابة يعني مسألة الخلاف السياسي بينهم وأنا ما أجدش عليها في البرنامج لأنه لا تعنينا في شيء في خلق هذا التراث العلمي فهو بيتكلم فيها عن شخص شاعر في حين أن قتل سيدنا عائفة بيطالب قتل طبعا غدرا وغيلا شخص اسمه عمران ابن حطان السادوسي اسمعوا الاسم ده عمران ابن حطان السادوسي نيسين يعني ماشي فهو بيتكلم أنه طبعا أستاذ ابراهيم عيسي عارف كل حاجة بس هو حبي يقول ده أنه رجل آل شعر معروف جدا يمدح فيه عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي وكان يعني بيتين شعر معروفين جدا يسموهم يعني بيقول فيهم يقدر بطن منطقين ترضي بها الرحمن ترضي بها ربنا لما تضرب وتقتل سيدنا علي السؤال أي صحابي مش بس سيدنا علي يقتل بالطريقة دي واحد يمدح قاتله في بيت شعر هل أنت تؤمن أن هذا رجل على الدين أصلا يعني الذي يرى أن متح قاتل علي أو أن قاتل علي يمدح وأنه رغب في قتل علي بن أبي طالب رضا الرحمن إيه رأيك أنت دلوقتي دلوقتي حضرتك دلوقتي في الوقت ده 2017 وانت قاعد كده في بيتك لو سمعت إنه واحد ده اللي مدح قاتلي السادات الرئيس الراحل أنور السادات وهو كان للأسف يعني على خلاف معاه أنا بدي مثل يعني تختلف مع السادات زي ما تختلف والسادات ليس سيدنا علي لكنه أنا عن نفسي سقط من نظري لما تمدح هذا الإرهابي القاتل اللي قتل السادات فما بالك أن تمدح وتلصق في الإله إنه رضاه يحل على عبد الرحمن بن مولجم لأنه قتل سيدنا علي تخيل أن تمدح في شعر قاتل سيدنا علي مين المادح بقى؟ هذا الشعر عمران بن حيطان السادوسي فانا عملت إيه؟ ده ده كان بيتكلم عليه أستاذ إبراهيم لأنه جزء من الرواية اللي هو نزله فروحت سلمت عليه طبعا وبقى يروحت مميل عليه كده وقلت له على فكرة قال لي قلت له عمران بن حيطان السادوسي اللي هو مدح قاتل سيدنا علي أحد رواة البخاري فعملني البخاري وله كل الإجلال لكن من حقنا نراعي دنا أخذ حديثاً عن عمران بن حيطان السادوسي وهو لأنه طبعاً بعده بمتين سنة فهو عالم أنه كان مات خلاص عمران ويمدح قاتل سيدنا علي قاتل الصحابة بالعمل يا سيد قبل منه لما جزء سند في عمران قبله ولذلك الإلزامات وتتبع الكتاب اللي كلمتك عنه مباركة بتاعة الدارة قطني الرجل العظيم قال إيه في نقض الحديث ده قال وأخرج البخاري وحديث عمران بن حيطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير لبس الحرير اللي هو أنه حرام يعني وبص كلام بقى دارة قطني الرجل العادي من أياميها يعني مش محتاجة وعمران متروك ده يترك لسوء اعتقاده وخبث رأيه ده الكلام يعني إيه يعني عمران ما يتخدش منه كلمة إزاي أنا أأمن لواحد في صدقه مدح قاتل الصحابة واحد من الصحابة أحد الصحابة فما بالك بواحد من أكابر الأربعة إزاي أمدحه ولما أمدحه يتقبل حديثي تخيالوا واحد دلوقتي في زمانها ده عمل كده طلع ومدح قاتل علي وبعدين طلع لكم برنامج بقى تاني يوم بيتكلمكم في الدين هتعملوا في إيه لكن البخاري قرر على فكرة أنا مش زعلان خالص ولا مداي بس أنا كمان من حقي أقول له حضرتك فكرت يعني على غير الصواب لما تقبل حديث من عمران بن حيطان السديوسي ده يخصك مرحو سنعيش المترجم للقناة